بحضور جمهور كبير من الألمان والسوريين وفلسطينيين مخيم اليرموك وأبناء الجاليات العربية عرضت قاعة متحف لندن في مدينة شتوتغارت فيلما وثائقيا عن فترة حصار المخيم للمخرج عبدالله الخطيب بعنوان فلسطين الصغرى يوميات الحصار طيلة الأعوام الماضية وأحوال سكان المخيم المأساوية وصور مؤلمة تم عرضها عبر الفيلم الفيلم جزء من معاناة بالحصار أكيد ما فينا نوصق كل شيء يصار بالحصار لأنه كان عنا يوميا كان فيه زوايا مختلفة من المخيم ما فيك تجمعها كليا تبقى بأرشيف واحد يعني منتمنى أنه هذا الفيلم يوصل صورة أحسن ويخرجنا أنه إحنا كنا بمخيم اليرموك حتى في تفاصيل بمخيم اليرموك عشناها كانت حلوة مثل فتحنا مدارس فتحنا روضات قدرنا نساعد الأهالي الصور التي تداولها صناع الفيلم والتي تمحورت حول سياسة التجويع الممنهجة في مخيم اليرموك وصفها الجمهور بأنها مؤلمة للغاية إنه فيلم قوي لقد تمكن صناعه من نقل الواقع في المخيم بطريقة جيدة يجب أن نقول إن الصور والأحداث والمشاعر التي نقلها الفيلم كانت مؤلمة وفي إطار المهرجان استضافت قاعات السينما في مدينة توبينجن كل من فيلم الغريب للمخرج أمير فخر الدين الذي يتحدث عن واقع منطقة الجولان وفيلما وثائقيا بعنوان أحلام دمشق تناولت فيه المخرجة الكندية إيميلي سيري ذكرياتها هناك الفيلم مؤثر للغاية تربطني علاقة مع المنطقة جاري فلسطيني لقد أثار الفيلم اهتمامي خاصة أن طريقة الانتقال من صورة إلى أخرى بإيقاع بطيء كانت مؤثرة جدا يذكر أن مهرجان الفيلم العربي في توبينجن يستضيف أفلاما ومخرجين السوريين ضمن برنامجه سنويا واقع السوريين وفلسطيني سوريا خلال الأعوام العشرة الماضية جسده ووثقه مخرجوه وصناع الأفلام في مهرجان توبينجن بهدف إيصال صورة عن حجم المعاناة والكارثة التي عاشوها مكسيم العيسال حرة توبينجن